نعم إبراهيم بعد مماطلات النظام وتغوله في الحل العسكري والتنصل من الاستحقاق السياسي المنصوص عليه في القرار رقم 2254 أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا جير بيدرسون إنشاء لجنة دستورية مشتركة بين النظام والهيئة العليا للمفاوضات في 23 من أيلول 2019 على أمل التأسيس لدستور جديد يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في سوريا لو عدنا إلى الأساس يعود مقترح اللجنة الدستورية إلى توصية صادرة عن مؤتمر سوتي الذي عقد بمبادرة روسية في يناير 2018 حيث نص البيان الختامي على صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي لكن هذا الإصلاح الدستوري بالنسبة لروسيا كان يقتصر آنذاك على مجرد تعديل في صياغة دستور 2012 وتشكيل حكومة وطنية وانتخابات مبكرة دون التأثير على حق بشار الأسد في الترشح لولاية جديدة أظهرت روسيا خلال مباحثات اللجنة حرصا نسبيا على عدم تفويض مصاري الإصلاح الدستوري وفقا لمركز جسور للدراسات من خلال الضغط على النظام لإبداء مرونة حول الاتفاق على جدول الأعمال لكن هذا الحرص لم يكن لرغبتها بتحقيق تقدم نوعي في المباحثات إنما للحفاظ على اللجنة كأحد الأدوات الدبلوماسية لأي مفاوضات تجريها مع أمريكا وتركيا لإثبات دورها في العملية السياسية منذ الإعلان عن اللجنة الدستورية قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون 24 إحاطة لمجلس الأمن حول العملية السياسية كانت خيبة أمل مسيطرة على أغلبها للتعبير عن عدم إحراز أي تقدم حقيقي في المسار السياسي والتأكيد على وجود فجوة في الثقة بين أطراف اللجنة وحالة عدم استقرار عسكري التي عقد أمكانية الوصول إلى حل قريب أما النظام لم يخفي موقفه حيال اللجنة الدستورية التي بدأ بالرفض وتحول إلى تعطيل ممنهج وكان يعمل على هدر الوقت وإخلاء المسئولية بأن وفده غير مدعوم من الحكومة وغير ممثل عنها وعبر الحرص على تعريف الإصلاح الدستوري بمجرد التعديل على الصياغة أظهرت المعارضة رغبة كبيرة في الاستمرار بمباحثات اللجنة رغم تعطيل النظام وعدم تنفيذ أي إجراءات داعمة لبناء الثقة وغياب الرؤية الواضحة لسير العملية السياسية وها هي اليوم روسيا تنعي مسار اللجنة الدستورية على العلن على لسان مبعوثها إلى سوريا أليكسندر لافرنتنيف الذي قال إن أي دستور سوري يجب أن لا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد مضيفا أن حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي ولا داعي لتعديله وفي حال رأت المعارضة ضرورة في ذلك يمكنها تقديم المقترحات وطرحها للتصويت عليها كما رفض تحميل النظام المسئولية في عدم تحقيق تقدم في المفاوضات هذا الكلام اعتبره رئيس هيئة التفاوضات أنس العبدة منفصل تماما عن المبادئ الأساسية للقرار الدولي ولن تقبل المعارضة ببقاء مجرم حرب اسمه بشار الأسد في السلطة